اهلا بيكم مشاهدينا مشاهدي تحية مصر معاكم من قريطة المرابعين بكفر الغاب التابعة لكفر ساعة ومحافظة مياط يماني البلئي ولاف جديد احنا النهاردة بنتابع معاكم مع ونة الطفلة حنين البنوتة اللي راح تلعب مع اولاد الكيران ويدخلت وفي ادهكي الشابسي ممكن انش تعتقد ان الغد اللي بيستنيها جوا خلهم استدرجوا عنده 30 سنة استدرجها في مسائلات الاطفال اسمعي بقى يا جميعا قالها النامين تعالي يا جماعة بصوا يا جماعة ماش انت عارفيني فين نظام انتوا لازمتون مصدقا كاكا كده قالها هم نايمين تعالي معايا الصحيح وفجئت بيهجم عليها ويكتم انفاسها دخل القودة بالغصب وحاول انه يعتدي عليها لما البنت صرفت خلص عليها ولما خلص عليها وجد ان هي انتهت وكرر انه يمارس جاربته وشان عقفي اتعدي عليها قد اتمرت النهاردة مع والدتها اللي في حالة صعبة جدا وبتطالب بحق بيدها هنعرف ايه اللي حصل نقاء لله يا حبيبتي وليلي يعني اخر يوم هي راحت تلعب معا او لازم بتروح تلعب بتعادة بتطلع في الشارع معاهم كل هما بيجوا هنا وهاي تطلع معاهم هناك هي ببطلينة تطلع معاهم وانا معرفش ان هي اصلا لما راحت تجيل بكيس شبسة وتروح تلعب بيناك كان الكلم دا حوالي الساعة 2 دورة راحت حنين تلعب نادى عليهم اللي عرفته ان هي راحت تلعب نادى عليهم انه وكتش موجودة اساسا انه وكتش موجودة وقت الحادث وكتش موجودة لما عرفت جيت بالليل يوم الخميس بالليل لما بنت اختفت يوم ندور عليها من يوم 18 الواحد لغاية يوم الخميس بتاع البارة يبان حنين وعادنا نلف وعملنا استكارات والآن دا نلف في كل الدنيا نلف في كل مكان نلف في كل حتة واسأل الجيران واسأل الناس واسألناهم وقال له احنا ما شوفنا هاش يعني الناس كتير قال له ان هم راحوا عند البيت وطردهم وقال له ما هي مجادش عندنا حتى ما اتكلمش وقال له مثلا ان تلقات البنت وانا احنا شفناها وكاد عندنا وخارجة محدش منه قال الكلام دا لأ هم طردوا الناس وقال له ما شوفنا ايه وبنت راح تلعب هناك او راح تسأل على بعيال الاطفال اللي هي تلعب معهم تعودها معهم تلعب معهم استدرجها الجامي واخد بنت تبعه وقال له انهم دخلت بنتي عي طفلة عندها 8 سنين وانا عرشوا حاجة راح تدخلت اعتدى على بنتي واختصابها وبعد ما اختصابها جت من نفسها وقاموا حطيتها في قلبي شكرتين وقاموا حطيتها وقاموا حطيتها ودفن بنتيه في قلب الداحة الارض وانحنا بنلف وهو كان بنلف معهم اول يوم بيسأل عليها وانا مكنتش موجودة اقتلاليف في الدنيا مكنتش عارفة بنتي في اين وهو جي اسأل عليها وانا موجود جي رائس المباحث لما انا بلغت تاني يوم اختفاء حنين انا اختفاء بنتي رائس المباحث كان من عنده وعلمه اصلا من قبل الحادث قبل يكلمه فرئس المباحث الرجال الامن ربنا يا رب يتوهم الصحة والعافية ما اصدروش طراحة بقوا معانا يجللهم انهار في 15 يوم وانا موجودهم الرجال المباحث يعني بنتك كانت مختفية في الشارع اللي ورا اللي اخد مني بشوية اه وما فيش اي علاقة بينه لا بالخير ولا بالشر ولا اعرفهم بس اعرف ولادهم اللي هما بنتي بتلعب معهم اعرف الاطفال لانه بجوا هنا وبنتي بتروح لهم ما فيش فماغي خالص ولا اعرف اني بنتي رحت هناك قال لما عرفت من الكامرات المراقبة اني بنتي دخلت هناك بنتي دخلت هناك يلا معاك لما اختفت حنين وعدنا ندور عليها الفترة اللي هادت دو كلها اعرفت الكامرات المراقبة عرفت اني حنين دخلت البيت ورئيس المباحث اخذ الهردات كل البلد واحنا كلنا كلنا بنليف معهم هما عارفين ان حنين مختفية رئيس المباحث أخذو العائلة كلها ببعضها لما بنتي الكامارات بانت انها دخلت البيت خدوا الكامارات وخدوا الناس الذين موجودة اصحاب البيت لما سألتوا على حنين ايه قالوا اني هس لنمشوف نهاج ما قالوش حتى انهي جتنوا وخرجوا انكروا انكروا انهي جتنوا انكروا وتردوا الناس الذين رحتوا لنمشوف نهاج واهم بعد كده الاس المباحث امت ان ديتها هم او راحوا كلنا هما عملوا زه ما بيقولو يعني او خدوهم بالسوط اللي يغلبوكو يعني اللي عرفت ان هم مجالب ما رحوا الناس تسأل عليها قالوا لهم ما جاتش هنا يلا مش فلو عباله مجوش نتادي هو ميقوه عارف وقاتل وكان موجود معنا احنا موجودون كلنا في النياء في المركز وكان موجود اهله هو موجودين وكان بيدور معاكو في نيابة اللي ما خدتنا كلنا هو كان موجود كان موجود هناك وعارف انهما بدور على بيتي يعني هو بعد ما عمل اللي عملو حطها في شوال ودفنها في الاوضة اللي بينام فيها الاوضة اللي بينام في طرقة او في الصوالة مش فاكرة او مش عارفة او مش عارفة فعرفت من من النيابة عرفت من رؤسة اللي بيحث بعيدا عن النيابة والمباحث انا عايزة اتكلم على تعاملها معاك انتي تعاملها معاكو حيني تدينيكي تفحنيه الحاجاتي مجيبليش سبتهم خليجلي معا ديني تلفوني يا صبريك هي خرجت يوميها تلعب زي ما بتلعب عادي ويه اللي حصل حصل مش كده؟ هي خرجت تلعب كالعادة زي كل يوم بتطلع تلعب وتيجي فاهم ما استغربوها غابت فترة غابت برا البيت وما جاتش الفراع يتلع دوروا عليها ويسألوا عليها وهي مساعة اتنين ويختفت حوالي حوالي واحدة ونص من الكاميرات جبتها من واحدة ونص وبعد كده اختفت حنين لغاية الساعة عشر بينا الكلموني موجودش موجودة كلموني وقالو مش لقى الحنينة حنينة مش لقى محدش لقى محدش بس اللي عارفوا ان هو دفنها اعتدى عليها ودفنها بعد ما ماتت معاه دفنها اثنين متر تقريبا ده اللي يفهمته وحطها بفجر الشكير ودفنها بنتي وحطتها بحالها حتى عرفت انها من غير البنطلونة اربط بنطلونة على نفسها ماتت بنتي واني عباليف في الدنيا خمستاشر يوم وهو جنبي ومعرفش وموجود معايا في الحانات في المركز وعارف ان احنا ندور على بنتي والناس كتير اتقاذت من تحت الاس الموضوع ده وهو موجود معانا ومعرفش حاجة عن بنتي وهو قاتل بنتي قاتلها بلاش قلنا كلمات دي قلنا نقول خلص عليها وهو خلص عليها والله انا ما اعرفه ولا اعرف شكله ولا بينهم اي حاجة اطلاقا احنا زى ما انتوا شايفة انفعل قدنا مع ان حلطناش حاجة عشان خطر اعتدى علينا ويعمل فينا كده ويهرنق على بنتي صغير لعنى 8 سنين طفلة تقدر على شاب ويعمل ثلاثين سنة اتنين وثلاثين سنة وموجود في الحارة موجود المكان شجاره ياخد باله من بنتي وياخد باله من بنتي مين ياخد باله من بنتي ازاي اقدر يعمل في من بنتي كده ازاي اقدر ياخد طفلة عندها 8 سنين ما تعرفش حاجة يعداد عليها وموتها ويتفيلها ليه عملتك فيك ايه عملتك ايه حنين عشان انا عرفت ان البلد كلها كانت بتدور بها كل البلد كل البلد شباب البلد كلهم ما اصريوش معانا بقى اللوفة في كل حد في المقابر وفي المخابرة وفي الاراضي وفي كل مكان مخلوش حد اني لفت بقى تلف برح شربين ورافن ومصورة وراك بقى اللوفة كل مكان نزلت في كل مكان ادور على بنتي في كل حد وعمل إستقراط ووزع ورفع الستوشان ميديان ورفع عشان عارب بنتي فيه قلتلوهم أنا مش عارب بنتي فيه معارش ان كانت جعانة ولا شبعانة ولا نايمة انت فقدت ده هي تاهت او حد اخدها برى البلد بنت ماتوش بنت ماتوش بنت زكية جدا لان الله بقى في الكلام بنتي عارف ابوها واموها وعليتها بالنظر ماتوش بنتي اخدت غدي وقلتلوهم بنتي اتخدت غدي كان في دماغي ان بنتي طرعت برى البلد لكن مكادش في اعتقاد اني جاري اللي مفروض اني هي بنتي بتلعب مع بنتي وقلت اخته اني بعتاد على بنتي ويتفنها مكادش في دماغي كنت بسمع الكلام ده في التلفزيون باس اسمع في التلفزيون باس لكن مكادش في دماغي اني يحصل جرامع عندي أنا في بيتي أنا وبنتي الصغيرة الطفلة اللي ماناش اي زنب في اي حاجة بنتي لها ازديزة لها زنب ثمان سنين لها زنب الحقيقة كانت محبوبة جدا من القرية وكل يجب ان تشكر فيها وفي اخلاقها مكادش في الدماغي كانش يحب بنتي كل الناس بتحبها لانها كانت بتلغوا كل الناس لانها كانت بصي اقولك على حاجة بنتي دي كانت تعتمار ملايك والله بنتي دي هي حنينة وفعلا كانت حنينة ربنا عطهاني بعد اخوها وبن بعد عشر عشر سنين ما اجبتش اطفال ويها كانت جاءت للأخيرة كانت هي ده اللي عدنا كلنا كانت محبوبة مننا كلنا من اعمامها من اخوالها وكانت دايما تتكلم وتقرأ القرآن وحفظها القرآن تحفظه وحفظها ده تقول حفظه بسرعة وزاكية ولو شفيت حضرتك تعرفت من اول مرة تعرفك وتسلم عليك بنتي ما اعملتش حاجة في حياتها الزنب الوحيد اللي اريح اتلعب مولاد اخته الزنب الوحيد اللي بنتي عملكه انا طلبة القصاص انا طلبة عدل الله هو القصاص القصاص في بنتي مش هقبل من قلم القصاص ده عدل الله وربنا قال كده ربنا قال كده انا بناشد عبدالفتاح السيزي بناشد كل المسئولين انا عايز احقب بنتي بنتي جنقمالها انها تقطع دكتورة تقول لك النفس هبقى دكتورة في الجامعة يا ماما قلت لها ان شاء الله تقول من انت معايا مودة فوقها هبقى معاكل انا احنا مساكين قار بس هطلعك دكتورة لو ربنا اراده بقتك ماشية هعليبك واغليك يا دكتورة ان شاء الله امل حنينك هتبقى دكتورة في الجامعة امل حنينك هتبقى دكتورة في الجامعة خلص على حلمها خلص على حلمنا كلنا حنين مش بنت الواحدة بنت بنت البلد كلها بنتنا كلنا في كل بات حنين في كل بات في حنين ولما اخدناش حقنا حق حنين يبقى كل بات هيبقى متهدد هيبقى متهدد ان حنين اي بات اياها هتعاية تدع عليها ويبقى فيها كده لازم ان حق حنين يرجع مش بطلب افطل من العاجل حق حنين يرجع ساعدوني عشان اتجيب حق حنين بالله عليكم انا ام مش هاردع ولا ااخد عزل بنتي مش تقبل باي عزل ان لما حنين ترجع حقها اعمل لها عزل انا عدت اهدت يوم ولا رائبة فيه رد لي بنتي لغاية معرفت انها ميعتولة انها سنت Hallelujah وبعد كده بهد أنها исп Blue وان هو خلاص خلاص عليها وبنتي خلاص بس خلت مسواد بنتي عصورة الجنة حنين راحت مني في غمضة عين في غمضة عين في ثانية ده يرضى الله والله ما يرضى ربنا والله ما يرضى ربنا ولا يرضى الاهض اللي هيحكم عليها ما يرضىش لو عنا اكيد اكيد عندنا قضاء شامخ وعادل وهيجيب حق حنين وباشكر ريال المباحث اللي هوفت معايا يوسف بايا واحمد بايا واسلام بايا كلهم مناموش ما كلوش ما كانوش براحوا بيوتهم ولا بياكلوا ولا بشربوا عايشين الحياة القرية كلها شكر فيه لان كانوا موجودين واستشارع وصموهم انهم مش هيمشوا إلا لما يجيبوا البنت وكمان القرية كلها لاحظنا ان كلهم كانوا في حالة غليان على البنت وقدواروا عليها كلهم كل البلدها بتطلع بتلف من الشوارق كل حيطة وعربية بقى تطلع تنادي والناس بقى تطلع تنادي واستفروا بقى تتعامل بنتي على كل حيطة وعلى ما وفع كلها بنتي دمشق في صورتها وخارتانا ما وقعه بلنا عشان اقلتها جاهز تكون حد خدها غادروا وحد خد قلقها Healthy Par overe振 ته لكن مبيش بماغ إنا جامي مني جامي مني جامي مني اتغادر بيها وأتغادر بيها مسيح أتغادر بيها طفلة حسب يا الله حنعمى الوكيل وكذوي يا فان الان هل تصلى وعرفة ربنا والله مبطل ولا فادي الله يصباري وعليه يا أساب على أقلبها أنا بيستروب لدي وعلى أقلبها وعلى أقلبها علي عصف وعليه وعلى أقلبها عليها والله والله العظو وعلى أقلبها عليها من لليه حصلها من لليه بنعم الوكيد فبنا عليها دم سيدي يعتد عليها شب أن أموت 30 سنة لا لا! ما عندك كنا أحمد ولا دين ولا إسلام! لا لا تعملي بنتي جدا! عملتلك ايه! لا لا! لفتورة ده! لا ما عندك ش دين ولا إسلام! ما راحش من قلبك الرحمة! والله انت بتحوش من قلبك الرحمة! اختصبتها! ودفنته! ودفنتك تحت الأرض ونلف عليها في الشوارع! لا لا! عملتلك ايه! عملتلك ايه! ده شو يسر! كومتك كمه! لقتوها. لا ما لانهاش. يتطمن. يروح ويجي. يعني اه هي مدفونة عنده في القوضة ويجي يسأل لقتوها او لا? ايوه. يسأل لما الحكومة تلقتوها. طمنون لقتوها. لا ما لانهاش. وهو ده فينك. ده ايه الفقر? ايه بيعني احنا في زمن اي? في قطر من كده. ده جور مدير. يعني عمل عملته مفروض يستخبأ او يداره. لا. لا. لا ده جاي بكل وده جاي لقتي لقمشي بجلسة. ده جاي لأهلاء يقول لهم لقتوها لسه. ايه عشان يتطمن. هو 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 اقتصبها. اقتصبها ببهدله. ببهدل آخر بهدله. ده يرضي بنتي. لما لا تشحد. عملت ايه? عملت ايه? تطلبها لسه لسه لسه. بالطلبية. اطلب القصاص. مش هتنازل ولا هاخد عزب انتي الا القصاص. القصاص وعضل الله. بناشد كل اللي يسئلين. القصاص مش هقبل غلب القصاص. ومش هاخد عزب انتي الا 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 العدل القطاق المصري. انا واثق فيه. بس انا انا هم عزب عزب ارا ماتش فيه وقت ان نحنا مستنى. مستنين ايه? انا عايزة القصاص. حض الله حض الله. عشان ارتاح. عشان ارتاحوا اهلاء يرتاحوا. لو اصكفين في عدل أنطيصه وعطار ماسرب وذفام بس أنا عايزه قصات مش عايز photography اخر حاجة غالك يحدّتي حالين قابل تسمى ماما انا عايزه الملخصات بتاعتي غالت للملخصات وتخرم confused يعمو عادي للملخصات بتاعتي وتلعم بـ عسليري هاجليك هج Script لا احسلي اخر واحد انهي لهم كيف ت revised اخر حاجة اماو كانت عايزه الملخصات ثريente قابلة magual Young كتبه زكية. وكانت محبوبة من كل الناس. دي تعمل فيها كده. دي تعمل فيها كده. ما يتعملش بحالين كده. ما تستهلش كده والله. والله ما تستهلش كده. والله ما تستهلش كده بالله. حصب يا الله تعمل يا جاريتها. ديها المايك. خذي المايك فيه. حالي كان بتيجي عليكم وبتروح وبتيجي وبتقدر تلباتكم. بتزيل عسل ومعندهمش عداوة ولا الناس كلهم بتحبوه. ما فيش أي. يعني حنين. احنا مش هنقدر علي. اقلق العمر كله مش هننساه. احنا مش هننسى حنين. احنا مش هننسى حنين. احنا مش هننسى حنين. ربنا يصبر قلبكو. يا ربنا. حصب الطفل. ها؟ وعلى نهاية دمهة وعلى ملات تعيط وتنادي على حنين ربنا نصبر قلبها مشاهدين في النهاية لا يسعنا إلى أن نقول إنا لله وإنا اللي ربعون ربنا يصبر قلب والدتها عليها أن نولدتها في حالة نفسية سيئة جداً